هي حرقة أبوين اختفت طفلتهما حديثة الولادة في ظروف غامدة يومين فقط بعد ولادتها والغريب في قضية الحال أن المولودة صرح بها على أنها توفيت بتاريخ 27 جنف المنصر قبل أن تتفاجأ العائلة بعدم وجود جثتها أصلاً بمصلحة حفظ الجثت نهار لأحد أهل 11 أهل 12 ونص قالوا لي بلت وفاتها ساعتين ونص قلت لك ما عندك حق بها تشوفها ما عندك حق بها أعطوني شهادة وفات ما عندك حق أعطوني ندفنها ما عندك حق رحت للبركورير قبل ما رح للبركورير هبطت لأمارك قلت لهم طفلها ونهيها درت التير فيها قالوا لي يا أخي راح نديروا معك محاولة نديروا فيك مزية لقيت لأرض ونص معها الجثة أعطتها من الفوق في الباب من الفوق ديريكت يثبت أني ولأرض ونص مكتوبة لوفانتكات آن دوميلزويد وأنا بنتي ماتت لوفانتات على ساعتين ونصت الصباح تحقيقنا في هذه القضية لم يتعد بوابة هذا المستشفى نتيجة اعتراض الإدارة دخولنا بداريعة ضرورة الحصول على تصريح من مدير المستشفى الذي غادر مكتبه فور وصولنا تهربا من التصريح طفلة حية وتتحرك وكتبوا لي تطياح كتبوا لي ميتة وكيجيت خارجة يوم 25 في الشهر ووسطني قتلي كي تخرج وتدي الكارني ما تقولي شي حية قولي يا ميتة وأنا الطفلة خليتها حية قتلي ما نكتبش ما نعطيهاش اسم لتدخل 30 سمانة كي تدخل 30 سمانة حية نعطيها اسم ونعيط ليكم بساحن بعدي كما ظهروا وحدها نتائج فحص الأديان من سيؤكد حقيقة جثث الرضيع المتواجدة بمصلحة حفظ الجثث إضافة إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في القضية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة